بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دائما معكم ومع برنامجكم الشباب والقدوة من أجل أن نواصل مسيرتنا الحضارية من أجل أن نواصل قدما نحو الرقيب بإذن الله تبارك وتعالى في طريق آمين قوامه هذا الطريق الآمين قوامه العلم والمعرفة والفهم والذكاء والنبوغ مرت علينا الجلسة كنا رحبنا بشيخنا شيخ محمد الأمين وأبنائنا الطلبة ومرة ثانية قبل البداية في موضوع نخصه للعبادة الجمعة بين الفرائض والنوافل مع شهر شوال وما أدراكم ما شهر شوال المحطة التي تلي في الزمن تلي شهر رمضان وما أدراكم ما رمضان فمن أجل الانتقال من عبادة إلى عبادة من أجل الاستمرار في الانضباط لا بد أن نعطي أيضا قيمة لشهر شوال هو بداية أشهر الحج ولكن يبقى عنا علاقة في صيام النوافل حتى ما ننسوش الماضي ونربطه مع المستقبل بداية نرحب بظيوفنا الكرام وبعد أن رحبنا بكم أنتم بدرجة الأولى الشيخ محمد الأمين أهلا وسهلا شيخنا وأستاذنا من أئمة مساجد الجزائر الحبيبة على يميني سليمان بلك هل الطالب الموجد والمثابر والناجح تفضل السلام عليكم ورحمة الله شكرا وعليكم السلام ورحمة الله مرة ثانية ومعنا الأخوان عندنا عمار أنس وريحانا أخوان من أسرة واحدة يعني أن ريحانا هي أخت عمار أنس يجلسان معنا الآن من الطلب المجتهدين عمار أنس أهلا وسهلا بك بسم الله الرحمن الرحيم وأهلا وسهلا بكم شكرا شكرا أيضا حافظ للقرآن الكريم وعندنا سليمان باللكحة حافظ للقرآن الكريم حافظين ستين حزب ربي يوفقهم وربي يحفظهم وربي يصونهم ويصطرهم كذلك ريحانا لتحفظ من القرآن الكريم عشرين حزب مع تفوقها في الدراسة أهلا وسهلا أهلا وسهلا ومنحبا شكرا شكرا إخواني المشاهدين وانتم الحاضرين معنا في هذه الجلسة والمجلس الإيماني قلت نخصص الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى عن موضوع شعائري شعائري يعني من شعائر الدينية والشعائر الدينية من العبادات التي تعبدا الله تبارك وتعالى بها ومختصر القول أن العبادة نوعان عبادة فرضها الله تبارك وتعالى علينا وعبادة هي من النوافل سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثير من الناس يعرف يسمعوا بأيام الصابرين يقول لك عندما يجي شوال أنصموا أيام الصابرين أنصموا ستة أيام من شوال وهذه جاء ورد فيها أحاديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم شيخنا شيخ محمد لامين ماذا نقول لإخواننا عن صيام ستة أيام من شوال وكيف نواصل ونتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبنا فإذا أحبنا الله كان سمعنا الذين سمعوا به إلى غير ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام بعد صيام شهر رمضان الكريم الذي كرمنا الله سبحانه وتعالى به بأمك الإسلامية يأتي بعده مباشرة شهر شوال وشهر رمضان كما نقول وكن نقولها دوما في المساجد شهر رمضان معجزة الله جل وعلا ينزيل فيه البركات والخيرات سواء البركات المادية والمعنوية تنزيل الطمأنينة والسكينة حتى عند المرضى المرضى أحيانا يأتيون إلى المسجد فنقول لهم لا تصوموا لأن عندكم رخصة فيقولوا أنا أستطيع الصيام وهذا من بركات رمضان وهذا من بركات القرآن لو يتصور الإنسان كم يقرأ القرآن في العالم كله سواء في القيام أو سواء في التلاوة ذلك في رمضان الآن في شوال لماذا نوصل وصوم النوافل وغير ذلك في شهر شوال الحبيب محمد صلواته ربي وسلامه عليه سنى لنا الصيام بعد رمضان كتتميم لرمضان فحديث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكان كمن صام الدهر كله وهذا فيه فضل كبير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك للصائمين فيه ويسمى عند الناس العامة بأيام الصابرين لماذا لأنه يأتي بعد رمضان نظر لطول المدة يسمى بأيام الصابرين هذا الشهر الشوال يكثر فيه الكلام كثيرا عند الناس هل يتبعونه برمضان مباشرة أو بعد قليل الأمر فيه واسع فضيلة شيخ الأمر فيه واسع الأمر المؤكد فيه كما تفضلتم هو أن أيام العيد أيام أكل وشرب أيام فرح ولقاء أيام زيارات وأفراح ولكن لنفرح بما أمر الله تبارك وتعالى فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قبل أن أعود إليك شيخنا كيف نصم السنة والنوافل والتطوع في شوال نقول لابن سليمان باللكحل معنا الحافظ لكتاب الله والتلميذ المجتهد في المتوسطة نقول له متى بدأت صيام رمضان عندما كنت سبع سنوات يعني في سن سبع سنوات كيف بدأت الصيام الوالدين قالوا لك صوم ولا أنت حبيت الصوم أمليح هذه العبادة العبادة واعتصام بالله تبارك وتعالى تجعلنا نخف وتجعلنا ننشط ونعمل أكثر سليمان ما هو الفرق بين صيام رمضان وصيام شوال صيام رمضان هو فريضة لازم نصمه ولكن شهر صيام شوال هو مستحب أو نفلة نصمه شهر شوال كله ستة أيام إذا اللي حبي يصم خذ هذا هو مستحب وشفار واللي حبي يزيد الخميس واللاثنين واللي يصم يصم غسطي من شوال غسطي فعلا أنت تسمع بستة أيام من شوال نعم هذه هي السنة لكن الزيادة في الخير خير من يقول نصم ستة أيام نصم أيام البيض نصم كذا هذه كل الأشهر شكرا بارك الله فيك بنتنا ريحانة ماذا تقولين يقول سليمان يقول الفرق بين صيام رمضان أنه فريضة فرضها الله تبارك وتعالى علينا أما صيام ستة أيام من شوال أو الاثنين والخميس في سائر أيام العام أو الأيام البيض في سائر أيام العام ما هي النوافل نذكر لنا بعض النوافل يعني يعني من النوافل التي نتقرب بها إلى الله صابرين صابرين وعرفة صيام يوم عرفة لمن لم يكن حاضرا بعرفة مجزو ملأنا يعافوا نزيدي وعاشرة والاثنين والخميس ونمو ثلاثة أيام من كل شهر نعم ويمكن أن نصوم نصوم من شهر الله المحرم ونصوم يعني يعني هذه الأيام التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى الابن العمار أنس عمار أنس هكذا قولنا ما هي النوافل التي تصومها أنت أنت تتصوم ستأيام تشوى ثم تدرس تقرأ وأيام عاش وراء يعني أيام عاش وراء تصوم ممكن التاسع والعشر والحدي عشر أو التاسع والعشر نعم ويوم عرفة الصوم يوم عرفة مليح وأيام شعبان لو تقول لي في جملة زملك يسمعون ما هي الفائدة أنت على الصوم الصوم حتى ولم نعرف فائدته فهو فرض من الله يعني اللي هو الصيام الفارضة بارك الله فيك هذا الجواب قلته هذا لا يقوله إلا نابغة مليح بالنسبة لسنك أنت بالنسبة لسنك أنت أنت قلت بأن الصوم الفارضة الفرائض نقوم بها ونؤديها ولو لم نعلم الحكمة منها صيام رمضان مدى فرض علينا نصومه إذن حتى السنن التي السنن التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم نقوم بها ولو لم نعلم الحكمة منها لكن رغم ذلك هناك فوائد تذكرنا بعض الفوائد هناك فوائد للجسم هناك يعني الصيام يعطينا فوائد للجسم إراحة إراحة الجهاز العظمي وإراحة الجهاز الهضمي أو العظمي الهضمي الهضمي وحتى العظمي ما عليك نعم والأعصاب نعم والجهاز العصابي كل الأجهزة يرتاح يرتاح الإنسان ينظم المكلة يأكل في وقت معين ويمسك في وقت معين ويمسك كل نهار يعني الحلوى من الصباح للليل والعلك من الصباح للليل هذا الفوضى في الأكل تتعب الجسم وتتعب الأجهزة أما النظام لانضباط يعلمنا هذا نعود إلى شيخنا معذرة أبنائنا نعود إلى شيخنا يعني كيف نصوم السنن بصفة عامة بعد الفرائض الإنسان هي الفائدة من صيام تتميم اللي ما قاله الشاب النبي غنس الله سبحانه وتعالى أن يكون لك ذلك وأن يبارك له في أهله وأن يبارك لأهله ما فيهما كل من ريحانة أرى ما تعاون هو وخته يعني شيء مفرع حتى الأسماء كانت ريحانة المؤمن يكون مثل ريحانة يحفظهم بعد رمضان هو الصيام في حد ذاته يعلم الإنسان النظام هذا من بين فوائد الصيام التي يغفل عنها كثير من الناس كما كانت تفضل فضيلة الشيخ الإنسان يأكل في وقتين وينتهي في وقتين وكذا شيء جميل جدا حتى بالنس الناس اللي يعانوا من الأمراض أو ما يقدرواش يتوقفوا على بعض الأكل اللي منعوا عليهم الطيب يقولهم رمضان أو في الصيام ككل سواء من نافي لا أول يعلمه كيف ينبغي أن يضبط نفسه على الأمور الصيام النوافل هو من الأمور التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا وفيها الفضل الكثير بما فيها سيام شوال أو بما فيها ثلاثة أيام من كل شهر أو بما فيها الأثنين والخميس ينبغي للإنسان أن يعود نفسه للتقرب إلى الله بأنواع العبادة شيخ هناك من ينظر بأن النوافل النوافل هي في قيام الليل في الصلاة الصيام الثنين والخميس والستيام من شوال وغير ذلك التطوع في أنه اعتمر ثم يزيد يجيب عمره هذا التطوع تطوع تطوع في العبادات هل النوافل في العبادات فقط؟ لا لا نوافل مست في العبادات سبحان الله ففضلت الشيخ في كل فرائض فرضها الله جل وعلا إلا وجعل لها الحبيب محمد صلوات وربي يسوء ما يقابلها من نوافل ثم النوافل ليست في الصلاة فقط أو في الصيام فقط وإنما جميع أنواع الخير والتطوعية التي يمكن أن تعود على أو التي تعود على الإنسان سواء عود على الإنسان نفسه أو غيره بالفائدة نسأل الله سبحانه وتعالى يعني لو أن أستاذ يعلم في النهار الواجب الوظيفة انتعوا ثم وجد طلبة متأخرين في الدراسة أضعاف الدراسة وأراد أن يزيدهم ساعات اشتدراكنا هذا يعتبر نافلة أو لا؟ هذا يعتبر نافلة وأحيانا يعتبر فرضا مثلا طبيب يعمل في المستشفى وقادر صحيا مليح كمل للوظيفة انتعوا لكن طب مريض يأين مريض يتألم مريض كذا وأراد أن يزيد يخصصه نص ساعة هل يعتبر نافلة هذا؟ يعتبرون في الواجب كما قلت أحيانا يعتبروا فرضا إذا توقف الأمر عليه يعتبروا فرضا ونافلة هذه من الأنواع التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا وهذه اللي نحث عليها الناس كثيرا نسأل الله سبحانه وتعالى أن تتوسع كي من بعض الأطبال الآن مخصصين من أوقات تاحهم ومن أموال تاحهم بشي يساعدوا الناس وهذه مبادرة هذا لماذا نقوله في الشباب والقدوة ونحن نعني الشباب وهؤلاء اللي رمجلسين معنا وكل شبابنا نعني بأن من يجتهد في الدراسة من يجتهد في البحث من يبات يصهر يبات يصهر وهو يقرأ في كتاب هو يقرأ ويحفظ في القرآن ويقرأ كذا هذا مثل اللي يصل للتراويح يعني مثل أي نافلة من النوافل يا شبابنا إن النبوغة وإن العبقرية وإن التقدم وإن التطور يا سليمان يا سليمان التطور اللي هو نتطوره باش نتقدمه ما يكونش فقط أننا عندما نقرأ القرآن هذا أمر لا بس هذا أمر يعني في قراءة القرآن ولكن عندنا مسألة أخرى مسألة أخرى وهي مثل ما تفضل الشيخ منذ قليل أننا عندما نجتهد في المعاملات عندما الفلاحة نعمر الأرض بالخيرات ونبني وندير مصانع وندير كذا أديسون أديسون تسمع به واحد من المختارعين واحد من المختارعين نابغة نابغة ولكنه اجتهد ودرس دراسة عصامية أصبح يختار عننا المحركات والمصابيح والسيارات ويختار عننا بكذا هذه لو كان مسلما لو كان مؤمنا وكل مؤمن ماذا تقول لنا في هذا يا الشيخ سليمان ذاته مسلما كان مؤمن كان يموت يتحاسب يتحاسب يذهب لك لندن نحن نسأل الله تبارك وتعالى الجنة لكن شيخنا شيخ محمد المين قال بأن النوافل التطوعات اللي انتقربوا بها الله عز وجل مليح نزيد نصلي النوافيل ونزيد نصوم النوافيل وننعتمر النوافل قال هذا مليح لكن عندنا نوافل في خدمة الوطن في خدمة الأمة ما هي يعني أنت دراستك أنت خدمتك الآن ووظيفتك يا أبنائنا اللي رأيكم تسمعوا فينا جهادكم واجتهادكم وأعمالكم ووظائفكم التي نحسب عليها هي أنكم تبات صهران تقرأ في العلم لكن لا تترك الفجر ولا تترك العشاء يعني الصلاة كلها نقوم بها الفريضة أنت قلت باللي لابد أن نقوم بالفريضة لكن نضرس أنت كيف وفقت يعني بين الدراسة وبين حفظ القرآن الكريم عندي لخش أنا لازم واحد كي يحب يوفق ما بين الدراسة والقرآن الكريم لازم له ينظم وقته إذن أهم شيء بارك الله فيك أهم شيء نعم رأيت هذا والتفكير نعم من ما لاكا حسن التفكير وعرف الهدفية كيف يمشي بارك الله فيك هو أنك تنظم من الوقت لا تلهو ولا تلعب ولا يعني اضيع الوقت لأن من صفات المؤمنين أنهم عن اللغوي معرضون وأنهم لا يلون زيد وصل هذا كي يضحي من أجل الوطن لازم يراجع دروسه يخصص وقت لكي يراجع فيه دروسه ووقت لكي يقرأ عنده نهار كومبلي يقسمه إلى أوقات ما يدير وقت المخصص للعب ووقت للدراسة ووقت للقرآن الذي يراجع القرآن والصلاوية معنى عندهم الوقت تتحهم عندهم الوقت تتحهم ما يخليهم شيخنا ما هي النصيحة التي نقولها لشبابنا كيف يوفقون وكيف يفهموا بأن الجد والاجتهاد في الدراسة مطالعة الكتب ويتبع المظامين البرنامج ينتحهم ميروش يقرأ قصة ويقرأ هذهك ويقرأ كذا يتبع البرنامج ينتعه ويحفظ القرآن ما هي النصيحة فيها أنا فضيلة الشيخ والله يتجوني عند الشباب أول مرة يكونوا في رمضان ربما يكون عندهم طاقة إيمانية كثيرة يقول لي أنا نصم كذا وندين وقل له لا نقول له نافلتك في دراستك في دراستك أنت الآن شباب هذه أو الناس شباب اللي يرام يسمعون هذا برنامج الكريم إن شاء الله رحمة 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 يكون قدوة يكون في الميدان هو طالب في الجامعة يقول لي يصلي الضحاء ويخلي الدراست أو يبقى لا أنت نافلتك في دراستك ينبغي أن تكون قدوة في فيما أنت فيه كلمة سريعة يعني كلمة الأم والأب الوالدين في هذا النقطة بلهم دورك وقولونهم جملة فقط لهم دور كبير الأم والأب لهم دور كبير يدحفزوا الأولاد انتهم وبالتي هي أحسن باللين وبالتي هي أحسن وميسوش أبدا لأنهم سيصلون أكيد شكرا كلمة الزمال الزميلة طالب اللي يرام يقرأ وش تقولي لهم كيف بش يحفظ القرآن كما أنت أنهم لا يضيعون وقتهم في اللعب في اللعب حياة الإنسان دقائق وثواني حياة الإنسان عمر الإنسان لا يقبل التجريب عمر الإنسان لا يقبل التجريب مش قل نجرب هذا الشهر هذا إذا مع ملشولا نعود اليوم الذي يذهب لا نعيده النصيحة بسرعة أن يستغل يستغل خاصة العطلة العطلة الصيفية يستغل كل أيام منح شكر أنس عمر أنس أختك تقول بأننا نستغل الأيام وأن لا نضيع ما هي النصيحة التي تقولها زملائك ننصحهم بش يخصوا وقت ساغا لللاعب ووقت للدراسة والقرآن وكل واحد يضع هدف في رأسه ويتعب إلا وسيصل إليه واش تقوله بعد الصلاة كأن بعض الأطفال يرقدون من نظر يصليه الصبح كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الأهد الذي بيننا وبينهم تركوا الصلاة لا إله إلا الله فما تركها فأو كافر نعم والاستشهاد بالحديث والقرآن هذا مهم جدا في التفقه في ديننا إخوة الإيمان تعلمون بأننا في هذه الجلسات الإيمانية في رحاب الشباب والقدوة نريد هدفين أساسيين الهدف الأول هو أن نعتني نعتني بالأجيال من أجل أن تسير هذه الأجيال في طريق آمن نحو المستقبل والمسألة الثانية هو أن نستيقظ من غفلتنا إيش حال تفوت علينا الفرص أولادنا ما يحفظوا شو القرآن أحيانا ما يتبعوش الدراسة وعندما يمر العام وما ينجحوش أولادنا ويرصبوا في الدراسة نكونوا غفلنا عليهم طول العام والمسألة سهلة وميسورة هي مسألة وحدة الفنيات فنيات هذه نحضر إلى جلسات التنمية البشرية والتربية ونقرأ كتب ونطلعوا أدعو نفسي أنصحها أولا وأنصح إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات بعدما الملاحظات والانتقادات التي تصلنا من خلالكم أنتم الذين تشاهدون برنامج الشباب والقدوة دائما نقول بأن قدواتنا المطلقة هي النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر